هذا ما يحدث لجسمك نتيجة أكل الطماطم يومياً هل تعلم أن الطماطم تساعد فيه وقايتك من الإصابة بالالتهابات؟ تعرف ماذا يحدث لجسمك نتيجة أكل الطماطم يومياً أولاً تقليل الالتهابات في جسمك تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات فهي تزيل الجذور الحارة والمواد المسرطنة والسموم ثانياً تمنحكم مظهراً خارجياً جذاباً في حين أن الطماطم تعود بالفوائد العظيمة على صحة جسمك الداخلية إلا أنها يمكن أن تضخي لمحة سهرية على مظهرك الخارجي من حيث الشعر اللامع والبشر النظرة في حال أكل الطماطم يومياً ثالثاً تحسين الرؤية لديك يساعد أكل الطماطم يومياً في تحسين مستوى الرؤية لديك ويقيق من الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالعين مثل العمل الليلي والضمور البقعي بفضل غناها بفيتامين A رابعاً تعزيز صحة الكيلة يرجع ذلك إلى أن الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء التي يمكن أن تحفز التبول وتزيد من إدرار البول الأمر الذي يعزز من صحة المسالك البولية والكيلة خامساً تحد من خطر الإصابة بمرض السكري تعد الطماطم من الأغذية منخفضة الكاربوهايدرات مما يعني أنها ستساعد على ضبط مستوى السكر في الدم عند تناولها يومياً سادساً تحمي القلب أظهرت إحدى الدراسات أن الليكوبين الموجود في الطماطم يمنع أكسدة الدهون في الدم الأمر الذي يساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية سابعاً تحافظ على صحة دماغك يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل بين الجذور الحارة ومضادات الأكسدة في الجسم الأمر الذي يؤدي إلى إطلاف الأنسجة الدهنية والبروتينات والحمض النووي مما يجعل الدماغ عرض لخطر الانتكاس وهكذا أعزائي أنهينا لكم ماذا يحدث لجسمك نتيجة أكل الطماطم يومياً إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله اشتركوا في القناة